قبل البداية بدي أخبركم أنه هذه الفترة من الحلقات والفيديوز اللي رح أنشرهم على القناة رح يكونوا عبارة عن دروس يومية لأن لحظت من خلال التعليقات والرسائل اللي بتصلني منكن أنه أنا بحاجة لتكثيف شوي الحلقات وتكون عبارة عن دروس يومية كل درس هو إيجابة على سؤال أو عتالي بحسوا أنه بيتكرر زيادة عن اللزوم وأكتر من غيره وتاني سبب أنا كمان مثل ما أنتوا عندكن شغف بالحلقات أنا أيضا عندي شغف فيكن اليوم عم نحكي عن موضوع مختلف مش كيف تجعل الشخص يرفع البلوك عنك بل رح ينقسم هيدا الفيديو لقسمين مهمين أول قسم هو كيف بتعرف هيدا البلوك حب أو بلوك كراهية وتاني قسم هو كيف بتتصرف لما هيدا الشخص يرفع البلوك عنك ولكن لا يتكلم ولا يتواصل معك بالقسم الأول سوف نتكلم كيف بتعرف إذا هيدا الشخص عمل لك بلوك عن حب أو كراهية مش ضروري كراهية يعني فينا نعتبر أيضا بالفعل عمل لك بلوك لأن ما بده إياك بحياته بده إحذفك من حياته بلوك لهو حقيقي والشخص بيكون عمل لك بلوك لأن بالفعل ما بده إياك بيكون له عدة عوامل ودوافع من أهم أنه بتكون أنت أزعشته كتير بكترة اتصالاتك ورسائلك وهو كذا مرة هددك أو عبر لك بصريح العبارة أنه عم ينزعج وعم يتدايق من كترة الاتصالات والرسائل المستمرة اللي بتدلك تبعط له إياها أو أنك دايما بتعاطبه دايما بتلومه يعني عم تعمله وجعة راس بطريقة أو بأخرى فاستنفذ كل الطرق معك وراح وعمل لك بلوك تاني سبب أنه هيدا الشخص هو بالأساس كان عم يتلاعب وكان عنده مصلحة أو غاية معينة ومن بعده لما حصل على غايته حزف كل وسائل التواصل بينك وبينه وأساسا يعني ما بهمه وجودك لبلوك وعدم لبلوك بالنسبة له مثل بعض وأحيانا كتير بيلجأ لبلوك لا لأن خلاص أخد مصلحته وغايته وهيدا شخص سام وشخص خبيث ومن الأفضل أنك تبتعد عنه والقاسم المشترك بهالحالتين أنه الشخص ما بيحاول يرجع يرفع البلوك عنك ولو يعني بتروحه لأكتر من أربع خمس أشهر ست أشهر سبع أشهر والشخص ما بيرفع بلوك لا لأن هلأ بدنا نحكي شو الفرق لأنه الشخص اللي بيعملك بلوك عن حب كحد أقصى بتلاقيه بعد يوم أو يومين رفع البلوك من تلقاء نفسه أو أسبوع كحد أقصى شهر يعني مستحيل شخص عمل لك بلوك عن حب ويبقى حاضرك أكتر من شهر إذا تجاوز الشهر أو الشهران فمعناته هيدا لبلوك بلوك حقيقي وهو بالفعل بده يحزفك من حياته إذا استمر الموضوع أكتر من شهران بغض النظر عن الدوافع ولكن بلوك الحب بغالب الأحيان بيكون الدافع ما صار فيه شجار ما صار فيه صدام أو أنت زيته بكلمة معينة بل على الأرجح بيكون هيدا الشخص متدايق أو حساس من كلمة معينة أنت قلت له إياها وأنت بالفعل لم تخطئ بحقه ولكن دايماً بيتهمك أنه أنت عم تجاهله أو بتتأخر بالرد على رسائله وبيقلك إذا بعد بتجاهلني أو ما بتهتم فيه أنا رح أعملك بلوك وبالفعل بروح وبيعمل بلوك ولكن بعد يومين أو أسبوع أو شهر كحد أقصى من تلقاء نفسه بيرفع البلوك وبيرجع بيتواصل معك لا لأن أنت لم تخطئ بحقه فهون هيدا الشخص بيكون عمل لك بلوك عن حب وأكبر دليل أنه رفع البلوك من تلقاء نفسه ورجع وتواصل معك وقد يعتذر منك أيضاً فأفضل حل هون أنك أنت ما تعمله بلوك لما يعملك بلوك وتخليك فاتح وسائل التواصل بينك وبينه لأن أنا أكيدة رح يرجع ويحكيك أما كيف بتتصرف لما هيدا الشخص يشيل لبلوك عنك من تلقاء نفسه وما يحكي معك هون بدي أسألك هيدا الأمر يتعلق بك هل أنت كنت حاضره أيضاً بالمقابل؟ هل أنت اللي أخطأت بحقه؟ هل أنت اللي عملتله بلوك بالبداية؟ هيدا الأسئلة هي اللي على أساسها بدي أعطيك طريقة التصرف لأن إذا أنت أخطأت بحقه وإنت أكيد أنك غلطان بحق هيدا الشخص أو هنت بكلمة معينة فهون إذا رفع عنك البلوك ولم يتكلم فلازم أنت أيضاً ترفع عنه البلوك وتروح وتبادر وتسلم علاه لا لأن أنت اللي غلطان أنت اللي يمكن هنته بكلمة أنت اللي يمكن بدأت بالتجاهل أنت اللي يمكن بدأت بالبلوك من دون ما هو يكون أزيك أو غلطان بحقك بأي شيء فهون عليك أنت لتروح لما تشوفه رفع البلوك وتسلم علاه عادي إذا رد بيكون كتير منيح بتحكي بطريقة إيجابية من دون عتاب بدون فتح دفاتر قديمة أما إذا ما رد فبتسكت وبتقعد عجنب ولكن إذا كان هيدا الشخص هو الذي أخطأ بحقك وهو الذي بدأ بالبلوك من دون أي سبب ومن دون ما أنت تكون أخطأت أو زيته بأي شيء فهون ما عليك إذا أنت كنت عمله بلوك تفتح البلوك إذا حابب ترجع علاقتك معه فبالمقابل مثل ما هو شال البلوك أنت شيله ولكن اسكت وأقعد عجنب لا لأنه هو اللي أخطأ وهو اللي بدأ بالبلوك وهو اللي جرى حكيم كنت فهون إذا حابب تسترده فما عليك فقط إلا ترفع البلوك أو إذا أنت بالأصل رافع البلوك ومش عامل البلوك فبتسكت وبتضلك صامت لأن هذا الشخص حتى إذا رفع البلوك فلازم هو كونه هو اللي أخطأ بالبداية هو اللي لازم يتواصل معك على الخاص ويبعت لك ويسلم عليك شخصيا لأن أنت ما أزيته أنت ما أخطأت بحقه فمثل ما قلنا كل اللي عليك تعمله إذا كنت حاضره فقط ارفع البلوك وقعد عجنب وإذا كنت بطبيعة الحال مش حاضره فخليك ساكت لحتى هو يرجع يحكيك طيب شو تفسير الحركة أو تحليلة لا شخص بيرفع البلوك صدقني أي شخص بيرفع البلوك عنك صحيح بقي صامت وساكت فهيدي إلى عدة دلالات نفسية أول دلالة نفسية هاي دي ممكن تكون حركة أو جس نبض لحتى يشوف هل أنت يعني مثل طعم هل أنت راح تتلقى هيدا الطعم وتركض وترجع تحكيه وبالتالي راح يضل هو من فوق خاصة إذا هو كان الذي أخطأ وهو الذي بدأ بالمشكلة أو البلوك فهان عم بجس نبضك وعم بيعمل معك هالحركة الاستفزازية لا يشوفك أنت إذا راح تروح وتحكي معه أما إذا أنت اللي أخطأت بحقه وهو كان لهيدا السبب بعملك بلوك فحركة رفع البلوك هون عم بيقلك تعا حكيني أنا مستعد أرجع أحكي معك أو ربما إذا كان خبيث وعنده زكاء عاطفي أيضا يكون عم بيكب هيدا الطعم لا ينتئم منك لا تروح تحكي معه وهو يرجع يردلك التجاهل لهالسبب قلت لما تروح وتحكي معه وما يرد أو يقرأ رسالتك وما يرد فهون بتسكت وبتقعد عجنبه ومتلح وما تتزلله لأن يمكن هيدا غايته كانت من رفع البلوك له عدة تحليلات طبعا كل حالة إلى طريقة تعامل ولكن أنا حاولت قدم فيي أشرح تفاصيل بهيدا الفيديو ليكون معكم جميع الأسلحة وجميع التصرفات اللي بتتصرفوها إذا صادفتوا أي حالة من اللي ذكرتهم بالفيديو اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر